اكد صاحب المعالي المستشار احمد بن ابراهيم راشد الملا رئيس مجلس النواب تضامن مملكة البحرين مع المملكة العربية السعودية الشقيقة في كل ما تتعرض له من حملات اعلامية مغرضة وممنهجة ومنظمة مشيرا معليه ان هذا التضامن يأتي انطلاقا من عمق العلاقات التاريخية والعريقة الراسخة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين كما تجمع بين القيادة في البلدين الشقيقين صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدة واخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز السعود حفظهم الله ورعاهما واشهد صاحب المعالي رئيس مجلس النواب بالدور الرائد والمهم الذي تضطلع به المملكة العربية السعودية الشقيقة في الحفاظ على الامن والاستقرار اقليميا ودوليا مثمنا مساعيها الحثيثة لتعزيز التعاون الدولي على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والامنية بما لديها من امكانيات هائلة ومقومات كبيرة تسخرها في تعزيز السلام والاستقرار في مختلف انحاء العالم ودعا معاليه ان يحفظ الله المملكة العربية السعودية الشقيقة وشعبها العزيز وان يديم عليها امنها واستقرارها ورخاءها في ظل القيادة الرشيدة لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الامين اشتركوا في القناة